بسم الله الرحمن الرحيم أملنا يتواصل لمعرفة المزيد عن Adobe Flash Professional CS5 هنتكلم دلوقتي عن النصوص أو الكتاب هناخد التكستون ديت إعدادات البروبرتس بانيل إعدادات الكتابة في نوعين وفيه لكل واحد فيه إعدادات read only أو selectable أو editable معناها أن كل الإعدادات دي عند العرض يبقى تنطبق عليه ممكن أغير اللون لاحظوا هنا في الألوان ما فيش gradient يبقى لون واحد بس ينطبق على الكلام لكن ده مش معناه إن أنا لا أستخدمش gradient سأعلمكم بعد إليه كيف يستخدم gradient نختار اللون هنا هو الحجم وهنا هو alignment بتاع الفقرة بتاعي وهذا الهوامش لو أنا ضغطت هنا على فكرة هنا ممكن أكتب أفقي أو رأسي هنا ساهمين دمت معلقة إن أنا ممكن أزود لو اتجهت نحية اليمين أو ألقص الحجم لو اتجهت نحية اليسار نضغط ونبدأ نكتب خلص تكتابة أروح على selection tool وأتغضر ثم ضغطت داخل ممكن أنقل الكلام في المكان اللي أنا أحيز طيب نفرض أن أنا عايز أغير في الإعدادات أروح على text tool وأحدد الكلام بتاعي ممكن أكبر شوية لو أنا عايز ممكن أغير اللون طيب نفرض دلوقتي إن أنا عايز أعمل كل حرف بلون أجناء أحدد الحرف ده وأعمل لون تاني أخذ الحرف ده وأعمل لون تاني أخذ الحرف ده وأخذ لون تاني وهكذا في النفض إن أنا عايز أعمل gradient في الحروف ديت هنحول في هذه الحالة هنحول الحروف ديت أضغط وأضغط وأسحل ممكن أعدل في الأشكال دي أغسل النهود وأجن ها وأحوله إلى رسمة بعد محولت الحروف إلى أشكال ممكن نستخدم gradient إزاي أجن أحدد الأشكال دي وروح أخذ هنا هو gradient اللي أنا عايز أضغط برة إن شاء الله في الدرس القادم هنتعلم إزاي نحط صورة داخل الكلام كان معكم محمد الغبار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته